اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج للنظري في ملف الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكر بالعيد ومحمد البرهامي الرئيس التونسي الباجي قاد السبسي اعتبر أن المعطيات التي تلقاها من هيئة الدفاع عن قضية بالعيد والبرهامي منطقية مؤكدا عدم عدائه لحركة النهضة يتوى المسألة مفضوحة لعلى المجمع يتكلم عليها هالجهاز السري هالجهاز غير السري هو معاش سري تو لكن يظهر أثار حفيظة النهضة وصدروا بيان في الليل كيفاش الرئيس يقبل كذا وتكلموا عندكم في المجلس حركة النهضة من جهتها اتهمت مؤسسة رئاسة الجمهورية بعدم الحياد ومحاولة التأثير على القضاء وذلك بعد استقبال الرئيس التونسي لثلاثة محامين عن هيئة الدفاع قدموا له أدلة ووثائق يقولون أنها تدين حركة النهضة وتثبت وجود جهاز سري لها يعمل خارج أطور الدولة واحدنا ببعض المجريات المتعلقة بتقدم ملف الشهدين وخاصة فيما يتعلق بمسألة الجهاز السري لحزب ناشط موجود في تونس وقاعد يتمدد ويعمل في عمل خارج أجهزة الدولة يرى مراقبون أن قضية ما يعرف بالجهاز السري تحولت من ملف قضائي إلى ورقة ضغط سياسية في صراع بات معلنا بين رئيس الدولة وحركة النهضة التي صعدت بدورها من لهجتها في بيانها الأخير ملجاسم القروي العربية ملجاسم القروي العربية